السلام عليكم ورحمة الله واركاته وفيديو ده نهذا نشاء الله أكلمك على مشروع التخرج و أقوله كل الأفكار التي تحتاجها يعني في مشروع التخرج و إن شاء الله ده سيكون فيديو مفيد أول حجة قبل فكرة مشروع التخرج أنت بكون متكون تيم عايز تتكون تيم عايز تتكون تيم يعني يكون تيم كويس ويساعدك في مشروع التخرج أول سؤال أنا أختار الصحابي أخطار ناس متذاكر على حسب انت لو صحابك هايزاكروا او بقلاش كلمة هايزاكروا لان بيقولك لان فلان بيقولك هايزاكر وهعمل واسوي فالاخت ما بيعملش حاجة فالمهم فلو صحابك ميزاكرين وبيشتغل نفسهم برا الجامعة وبيديني معهم كويسة ماشي مدخل مع صحابك لو لا وانت عارفه صحابك دولا بيتدلع وبيقولك هزاكر باخت ما بيزاكرش فاقبعد عنه محسن اختار ناس بتذاكر ونس كويسة ده حسن لك عشان ما تجيش تتقرفه وانت تشيل الليلة على دماغك فاقم الفكرة في ايه فادي اول نقطة فتختار صحابك يبقى بيتدلعهم وبيتذكروا على الصوم برا ما تختارش حد انت ترمى صحابك يبقى انت عارفهم عارفهم ما بيتلككوا وما بيتذكروش وبيعملنوا الصوم وما هيذكروا وبتعفرق ما بيفتحوش حاجة فاهم الفكرة يعني فهمتني فادي اول حاجة تختار التيم بعد ما اخترت التيم وقابل ما ندخل النقطة تانية انت لو من الاوائل هتلاقي فيه ناس بيتكلمونك اللي هو عشان يدخل معك في تيم مشروع التخرج يعني يعني انا كنت في ساعتها كنت مخلص ثالثة يعني خلصت ثالثة كنت تلعي الثالث عالضفعة بامتياز الحمد لله فلايت ناس بيتكلموني في اواخر ثالثة خالص يعني بعد في اواخر ثالثة فلايت ناس بيتكلمون في اواخر ثالثة يقول لي عايزين كونوا معايف مشروعات خلق كده فعلى الصراحة المرضيتش هرفضهم يعني انتنو ماشي يعني وخلاص وكان اغلبهم صحابي فهم الفكرة مش اغلبهم صحابي كان في منهم اثنين صحابي واثنين تانين زوملة يعني في الجامعة عرفهم بس فعلم فهو المهمة اللي كانوا معايا اقول المهم اللي كانوا معايا كانوا صحابي كافي منهم اللي ما بيذكرش كافي منهم كافي انواع منهم يعني فده السؤال الجاي يعني هكلمك عن انواع الشخصيات الممكن تقابلها يعني فاهم؟ فالمهم انت كده خلصت اول حاجة اخترت التيم بعدا ما اخترت التيم عدت تشوف بقى الليدر بقى مين الليدر اللي هيكون بتاع المشروع يعني فمثلا لو انت كنت من الاوائل فانت لهاكون الليدر يعني ده حاجة اسا يعني انت الدحيح يعني وكل حاجة وانت رؤلت انا الليدر لان هم اللي جايين لك اصلا اللي اللي عايزين يكون معاك مشروعات خارج فعن نفس انا كنت انا الليدر تمام؟ فدي خلاص تاني نقطة من الليدر معروفة انما انت ودخل مع تيم لا حد رشحك ماشي او انت كون الليدر وكده بس ما رشحش ان الليدر اللي هي فوايد وعيوب فوايدها انت بكون الليدر وانت وعد تمنج يعني زمالي لك يعني ده ياخد جزئي كذا وده ياخد جزئي كذا بس ما سوائها اللي انت لو فيه شغل ناقص والديدلين خلاص قرب واللي عاليه شغل لنا دي خلاص مش هيعمل حاجة وخلاص قطع الأمل مع نفسه فانت اللي هتشيلها فعام الفكرة فدي ممكن تكون حاجة كويسة وحاجة مش كويسة فعام الفكرة فيه وهكلمك برده على حصل معي يا كاملاج فبعد كده ممكن فكرة المشروع فكرة مشروع تتبع انت عندك ممكن تعمل مشروعك يا موبايل يا ويب يا ديسكوتوب ديسكوتوب تبقى أوليه يعني في أفكار مشاريع عندك الموبايل والويب الويب ممكن تعمله ممكن تعمله إي كوميرس مثلا بس فكرة الإي كوميرس انت لو تعمل فيه بيبقى فيه تفاصيل كتيرة ممكن تفاصيل تنساه يعني مشروع التخرج مشروع التخرج كان فيه حد كافتي ما عامل إي كوميرس عادي يخو كومنتك كتير من الدكاترة لو انت مش عامل دي ليه دي مش معمولة ليه دي دي أصلا من الحاجة الأسئلة المفوط تعمله في إي كوميرس وهكذا إنما انت لو حاجة تعمله من حاجة جاهزة يعني وكده فتبقى سهل الدنيا لك يعني فهم فده كان لو كان ويب ممكن تعمل زي ما قلت لك كإي كوميرس مثلا فيه حد كان عامل فكرة اللي هو يبيع شايته وفلته من خلال الويب سايت ده اللي كانت معمولة السنة اللي فاتت تفهم؟ فأنت ممكن تفكر في المشاريع اللي زي دي ممكن تعمل الويب سايت يكون شامل فدي مشروعين ممكن يفتحوا دماغك يعني يفتحوا دماغك يعني بحيث تبدأ في أفكار مشاريع بالنسبة للبول بقى فيه حاجة كتير تنفعله زي ايه؟ المجال الطبي المجال الطبي دوت على الويب بيبقى حاجة عالية زي اول حاجة اسمها ايه؟ امش كلاسفيكيشن اللي هو مثلا على أشاعات واحد مثلا عادي نشوف عنده زهايمر ولا ما عندوش فده زهايمر دي تيكشن موبايل اب فدي حاجة زهايمر امراي في حاجة تانية عندك كلاسفيكيشن اللي هو شفو الشخص ده عنده كلاسفيكيشن من خلال الصور الأشعة يعني على سيدرو فاهم؟ فده عندك كلاسفيكيشن وعندك كده فكرتين ممكن بقى في أفكار تانية كتير في المجال الطبي ممكن تعمل اباكيشن يدخله انت نتاجة التحليل بتاعتك يقول لك انت عندك مارك كذا ولا ما عندكش فاهم؟ ممكن تشوف انت الفكرة دي اللي هي عبيطة وسهلة واي حد يعملها ومتاخدش الفترة دي كلها بس ممكن انت تتدمئ لو انت شايف اللي هي أوليه يعني وانت مذاكي الحاجات دي وتمك مذاكرا للأفكار دي ويقدر يعمل لك فكرة المشروع دي مثلا في شهرين تلاتة ممكن تضيف فكرة تانية يعني لو ده مثلا عندك تشوف الشخص ده مريض سكر ولا لا ممكن تضيف تضيف كذا مرض في الابليكيشن أو ممكن تعمل الابليكيشن طب كامل يعني على الموبايل نفسه ممكن تعمل ممكن مثلا تعمل الابليكيشن على الأمراض اللي هي نسبتها قليلة قليلة ما حد بيكي يكشف عليها وعلى كده كي عندك مثلا في افكار كتيرة يعني المهم المجال الطبي ومبايل الابليكيشن دول كويسين يعني تشوف اي حاجة في مجال الطبي وتعمله على الموبايل الابليكيشن يعني طب بالنسبة للموبايل الابليكيشن ايه اسهل حاجة استخدمها بحيث ان ما تيجي تعمل امشكلا سفكيشن مثلا بالاي هتستخدم في اللوتر تبقى حاجة كويسة بحيث تقدر تربط الموديل بالموبايل بباكتش اسماتي فلايت فاهمني فادي باكتش سهلة يعني تقدر تربط يعني بين الموديل بتاعي واي وعندك الموبايل ابليكيشن فادي حاجة كويسة فادي يعني افكار عن مشاريع يعني ممكن حد يديف افكار تانية عزة مسهلا كان فيه فكرة مشروع في مشاريع تخرجنا كان بيتكلم عندي ده كان لو جيت الكلام ده كان الطوب في المشاريع دي كانت حاجة عالية جامد كان بيتكلم عليه كان جاب بحثة علمية عن وكان جاب اعلى فيهم يعني عمل حاجة جدا كان بيستخدم ترانسفورمرز دي حاجة جديد اصلا فاهم فبس وكان في فكرة تانية بيتكلم عن لو على ما تذكر يعني انتو تعمل مثلا حلقة باسبوعك فده وقت يقول لك ضح حرف ايه وهكذا على ما تذكر يعني فكرة الابليكيشن كان في فكرة الابليكيشن بيتكلم عن فكرة الابليكيشن للناس اللي هم يعني مش بيشوفوا يعني كان فكرة وايبة كان بيفتح الابليكيشن كان اسمه ابصار بيعمل ايه الناس اللي ربنا عافينا يعني مش بيشوفوا يفتحوا الابليكيشن مش عاربها يفتحوا ازاي هالب بسيري مسلا يفتحوا ويقولوا مسلا انا عايز اسمع كتاب الاب الغاني والاب الفقير فهيون جاب للأب الغاني والاب الفاكير ويشغلوا ملخص او يشغلوا الكتاب نفسه على حسب انت مبرمج عليه فاهم فدي فكرة كويسة برضا يعني الناس اللي ما مجروا يشوفوا يعني فاهم الفكرة فدي فكرة كويسة برضو من مشروع التخرج كان فيه فكرة مشروع التخرج بيتكلم على لو انت تحكيز معاد مع دكتوره هكذا ديك هالجزء من الابليكيشن وفيه جزء تاني يشوفت الدواء ده يقول لك مواعده امتى وهل ده متوفر ولا لا انا ما تذكر عابكشن طب يعني فاهم دي افكار كويسة فانت المهم هاتيك تختار فكرة مشروع روح الاول روح للمشاريع اللي فاتت انتع السنين الفاتت وشوف بقى فيها ايه اعتقد اكون نسبة المشاريع الطبية قولية يعني في السنين الفاتت فانت ممكن ما يكونش عندك حد عمل عالكانسر في جامعيتك فانت ممكن انت تضيف الفكرة دي ممكن حد ما يكونش عام عمل عن زهايمر فانت ممكن انت اللي تضيفة وتخدك المشروع التخرج ودف فيها حاجة جديدة او تخليها زي ما هي كات اه تخليها زي ما هي اللي انت بتاع بتشوف اشعاعات وطولها ده عن زهايمر لقه فاهم الفكرة انت قبل ان تختار فكرة المشروع شوف انت عندك ايه شوف المشاريع تخرج الفاتت اي اصلا فاهم 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 فاديفك افكار مشاريع اه اه a اه اه تيم بيكون عندك من قد ايه اه عندي انا في الجامعة عندي انا في الاجماع عندي كانت اقل لحجة اربعة وكيتقع لعدد كان تمنية او تسعة فاهم فاهمت تظهر المقامل يمهج طبيعا معك وعمل ميتينج كل أسبوع يقولك بضاكر وعمل وكذان لو شرح أن تتعلم وكذان فماشي ممكن أن تختار الدكتور تقيل يتابعات يا الابت وعمل ميتينج وعمل الشرح لو شرح أن أتوجه المقامل إنه لا يساي المقامل إنك لا يقتيه الطبيع لا يقوم بإمكانك الكثير من كل أسبوع لو شرح أن أين يثبت طبيعا لأنه يخصيه لكي يجب أن يقسم بالقلم اختر! اللي أنت تريغتي يعني هتلاقي في كده وفي كده بس بس على حسب على حسب دماغك انت بتفضل ايه فهم الفكرة لو انت عايز الدكتور يتابع معك كل اسبوع موجود لو انت عايز الدكتور يتابع معك كل شهر ده موجود برضه على حسب انت محتاج ايه لو عايز الدكتور يفيدك جامد هتلاقي لو عايز الدكتور نص ونص هتلاقي وكده يعني فهم فدي بالنسبة لدكتور المشرف في تاني في الشغل يعني الجماعة وكده زي ما انتكها بقى كويس بس هيبقى في صعوبات اللي هو زي ايه هتلاقت لا في خناتها تحصل لذا انت مفوت تأخذها للجزئية دي وما انت ما اخذتهاش الجزئة دي مطلوبة منك وانت مذاكرتهاش وما خلصتهاش بيحصل مشاكل كتير يعني وبالنسبة للمشروع التخروج انا كان حصل مشاكل كتير اصلا ومن خلال اصلا انا قطعت مع اطاعت مع كزا حد يعني معايف مشروع التخروج من سبب المشاكل اللي حصلت اه في نقطة مهمة الشخصيات بتاعت الناس اللي كنت لقيهم في مشروع التخروج معاك ممكن تلاقي شخص معاك اللي هو مقضيها ما بيذاكرش انت مفوت على الجزئات دي ما بيذكرش اصلا ولا بيفتحها اللي هو عايش في البلالة يعني من الاخر فيه نوعية نوعية شخص تاني اللي هو نيرجيس اللي هو بيعمل ايه ده ده وظيفته في الحياة اللي هو ده يقلل من شغل الناس بس ده اللي بيعرف يعمله نعمل حاجة تانية بيعملش آآ ده شخصية تانية اللي هو ده يقلل من شغلاتك وخلاص اوه مش عايب شغلاتك ده تتعب عليها ادي ولا بتعمل ازاي ولا اي حاجة اللي هو بي تفاهم فيه نوعية تالتة اللي هو بياخد حاجة مش حاكته طمع يعني تفاهم الفكرة فاديت تلاتة انواع انا قابلتوهم يعني من صورة خرجي فالدول كانوا انواع يعني مش محبتهم مش يعني واطعت معهم تفاهم فانت على حسب بهم فانت من الاول خاص لو انت اللي تختار الناس اختار ناس يكونوا كويسين بحيس يريحوك يعني وبالنسبة حتة تليدر انا كنت تليدر وانا كنت لو كان فيه شغل انا اصلا كنت باشيرو بمعنى الكتاب احنا عملناه حد وفيه حد معنا كان عمل الغلاف عمل الغلاف اي كلام فقط انت الغلاف يتعامله مجوز اللي هو ورقتين يكونوا جنب بعض مجوز فاللي كان عمله عمله فردي يعني صفحة واحدة فجيت عشان اطبع وقدم اضبعه فالمطبع جيه طاعت المطبع يعني قال لي لانت عفو تعمله مجوز الكافر تعمله مجوز بحيس يقدر يطبعه يعني يقدر يعمل الكافر مع كتابه فالمهم يعني انا اطبعه فانو مش ارواح اقول لحد روح اعمل كذا ومتعملش كذا وخالص حنا كنا مستعجلين اصلا تفهم فالمهم اروح تدع بست او ادع بست من العبزة على اليوتيوبي يعني وتعلمت ازاي بيتعمل الكافر وعملت كافر يعني على قدنا يعني. اه بتاع المطبع اللي هاتي عمامي الجنيه وانا هخلي حد اعمل لك التزان بتاع الكافر. اقول له خلاص انا هشوف فانا كده وهعمل لواحد ببعطولك. فانا كده وفرت على التيم. وعدت دابس وعملت لكم الكافر. فدي حاجة. ايه حاجة تانية لو في حاجة نقصة في الكتاب بسكرينات للابليكيشن وكذا. انا كنت بضيفها. دي حاجة تانية برضه. اللي هو حاجة نقصة في الكتاب انا اللي بتابعه. واخش واشوف دي فيها ايه وانفاش ايه. فدي كانت جوزيتي اللي ده انت بتتابع وراهم. شوف ده خلص ليه وعمل ايه. وفي الاول انت ببقى بتقسم كل واحد انت تشتخد جوزيتي تاخد جوزيتي كذا فانت تسلمني جوزيتي كذا. بعد المودة الفلانية. فاهم? بحس تتابع معهم. انت اللي ده فعزي انت تتبع معهم بحس محدش ينام. وممكن تلاقي واحد معك في التيم بينام فده عادي يعني. فاهم? فبس يعني فده كان مشروع فده كان فكهة مشروع التخرج يعني وعا كذا. يوم الموناء شبا انت لازم تكون بذكر جوزيتي كويس. بس ممكن يحصل معاك حاجة زي ما حصل معايا. ويقول الحاجتك ده ايه اتني جامد. اللي هي. انت كم مثلا بيبع عندك تاعة لجان فانا اللجنة بتاعتي الدكتورة اللي جامد مبارا ما جاش اعتذر. في نفس اليوم اعتذر وما جاش. فانا انا وكذا واتنين جروب اتوزعنا على اللجان. فاحنا بقينا زيادة على اللجان التانية. فاهم? فالمهم كنا احنا في الاخر بقى. جينا نقدم مشروع تخرج بتاعنا وكده للدكاترة دول. فلاقيتي الدكاترة بيسمعوا سمعوا لكل اللي معايا في التيم الا انا. انا كنت اواخد حج جزئة الاي اوال اللي انا بابني الموديل. فلاقيقتهم بسمعوا لكل اللي معايا في التيم الا انا. معايا في كل اتماعات وكل واحد اتكلم. اللي انا محدش تكلمني خالص غير سألوني سؤالين كده وغير لانا سألوني سؤال سؤالين وخلاص. اللي هو خلاص اتكل. بعد اي كانت حاجة داياتني اللي انا جاي ومجهز وعم ببرزنترشن كويسة. واتكلم في حاجات مفيدة ومشارقة كتير. واقال لكم خلاصة. فاهم? فانطور حشان تناقش واخر ما تناقش. عادش يديك فرصة لانت تتكلم واصل. وعدت اصلا كان فيه دكتور. الدكتور ده وكن اسمه دكتور محمد بادوي. دكتور غلى عندي او يعني. كان قال الدكتور مشرف فيه عمر مهر ما تكلمش. خلو عمر يكلمش. فالدكتور محمد بادوي قالو مي خلو عمر يتكلم بقى. فهو قاله مرتين والدكاترة ما سمعوش ولا طنيش ومش عارب بقى عشان ما ظلمش حد فيهم. فالمهم محدش لن وقت تطلع عتكلم يعني.ممكن حد يقول لي هنت متلاقش تتكلم وانت ما تريدوا أنت عايز تناقش ليه تاعمل لها. طاقة ما محدش طاقة ما هم مقلوenza. tav임 هم مقلوش ليا. اطلع عتكلم فانطلع عتكلم ليه. واطلع له ما عايز بتكلم لي. ممكن احرق نفسي. يقول لي هنا مطلب ناقش انت هتتكلم. فاعمل فكرة. او يتكرويتوني. يقولولي كلمة كده وكده. فاهم? فاهم? انت انا ما هنديش طلب مني حاجة فانا مش هعملها. فاهم? فبس يعني. فديكت حاجة دا يجيتني يعني. اللي هو انا كنت جاء عشان اناقش. ما انا اما كنت جاء عشان اناقش واتكلم. ما هنديش خلي اناقش. مع انه كل التيمات وكل كل شخص في كل تيم اتكلم. حتى اللي فتيمي كله تكلم. اللي انا جم علي انا ما هنديش خلينا اتكلم. فاهم الفكرة? قربت بحاجة تدايق يعني. فالله حصلت معك اللي هو ممكن تحصل معك عادي يعني. فاهم انت اذا كنت رايح عشان تناش ومتناش. انا مش عارف انا ببعيد في الكلام وبيزيد ليه بس لعله وعسى ممكن الفيديو يفيدك اصله. فاهم? ممكن اي كلام اللي قلته لفيدك. تطلع اخر حاجة بقى هنيها. الفكرة المشروع المشروع التخلق. تطلع بتستبدي في ايه يعني. اول حاجة العمل الجماعي. التعامل مع ناس مختلفة. هتتعمر مع الناس اكتر. هتبع عارف ده مشاكله ايه. ده ممكن ممكن مثلا يعتذر يقول لك انا مثلا عندي مشكلة. فا انت تعارف عن ناس اكتر يعني. فاهم? مش فكرة تعارف عن ناس اكتر. هتعرف الناس يعني على حقيقتها يعني. فاهم? عده شخص كويس. ممكن يكون شخص كويس. انت عارفه مع عرف اسطحيه. وقت ابدا متخش مع مشروع التخرج وتبدأ الاختلافات والشغل ده. تعرف تعرفوا على حقيقته جامد اوه يعني. وساعتها تقول ايه ده. وانا بتعامل مع عزة كل ده وهو اصلا مثالك. فاهم الفكرة. فانت بحاجة مش لطيفة يعني. وبس يعني. كان في حاجة حصلت معي. كنت انا اصلا زي ما انا قلت انا كنت في مشروع تخرج انا الليدر. فالمهم ما احنا عاديين مستنين مستنين احنا نبدأ اوه كده. ندخل احنا نتكلم. فلاقيت حد من التيمين معي بيقول لي يفتح واطس انا عشان اقولك على حاجة. فالمهم فتحت واطسه كده. فايه? لقيته بيقول لي لو سأله على الليدر هقول له معنا. لو عليه هو. لو بيقول معنا الكلام يعني عزيب هو هو الليدر قدامه. هما لو سأله مين الليدر هو يقول عن نفسه الليدر. فالمهم كنت هجدل مع اوه كده في الكلام. فما رضيتش هجدل ما عملتله تمام. قلت له تمام بس. فبس يعني. اللي هو اتمع في حاجة مش بتاعته. وكتبريره اللي هو عشان لو سأله كزا هو يقدر يرد. طب ما انا ما كنت قادر ارد. ما انا كنت الليدر للفترة دي كله وفهم الفكرة في ايه? بس انت عارب ايه طب مع البشر والشغل له. ممكن حد يقول لي انت ما دفعتش ليه? ما قلتلش لأ ليه? بس. حدت الطمع طالما حدت الشخص ده طامع في حاجة. فانت لو ما سبتها لوش. هيعمل حاجات كتير اقوي دايق. بعيس له يكون. بعيس له عشان ما اخدهاش يعني. ودي حاجة انو شفتها شخصيا مع حد قريب ليا. كان عنده طامع منصب. وعشان الحاجة وعشان لأحد يدخل معه في المنصب. فقعد يعمل قعد يشوف الشخص التاني يعني. فهم الفكرة. فديكت اول حاجة في دماغي. يعني لو قلت انو خليك ماشي. لو ما قالوا يعني مين الليدر اقول لي انت يعني. فالمهم بعد ما خلصنا منقشة المشروع التخرج. قالوا مين الليدر. كنت أنا الساعة كنت يقف على الباب كنت ماشي. لو انا كنت BCE قرفيا أصلا. لانو عشان مناقشتهش. فهم فلاقيت اللي كان بيقول اللي هو هيبقى الليدر. اللي هيعته بيقولا على واحد تاني هو الليدر. وعماني يضحكوا. اللي هو ما قباني عنهم التلبيكة يعني متلبكين يعني اللي هو مش عارفين يقول له عن من الليدر. فالو샌 اللي هو كان بيupa قال لي هاخذ انا ذا الليدر لو اجمAir سأله. فقال على الشخص الثاني هو الليدر في الاخر قال لهم لا انا الليدر على نفسه هو كان بعلم متلبكين اصلا الجو ده و اصلا كنت افعل الباب ومت فتحت الباب من كتر ما كنت متدقى فتحت الباب ومت رزعت ومشيت وسمع لي كل يوم خلص على كده وخلصت وروا وبعدما رزعت الباب مشتتعى تقول فبس يعني لقيت تجربتي مع مشروع التخرج وحاولت الكلمات على مشروع التخرج وفكرة المشروع وكلام ده ممكن في فيديو لو فقلت اقول تجربتي ممكن تفيدك في مشروع التخرج فعمل الفكرة فبس كده ده كان في فيديو النهاردة ما تنسى اشتركوا في القناة ومترجم الى اشتركوا في القناة